على مدى أكثر من عام أوقفت العديد من الجهات المانحة برامج المساعدات الدولية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بسبب العراقيل التي تضعها وإصرارها على نهب المعونات وتحويلها مجهودا حربيا وحرمان الشعب اليمني منها وسرقت الغذاء من أفواه الجياع بحسب بيانات مدير الأغذية التابعة للأمم المتحدة لكن بعض تلك الجهات الدولية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر مانحا في اليمن عادت مؤخرا واستأنفت عملها مجددا وبدأت قبل أيام بتنفيذ برامج إنسانية وتوزيع معونات في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت احتلال الحوثيين بحسب تصريح مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى اليمن الجمعة الماضية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تعد دراع العمليات الإنسانية لإدارة الأمريكية قالت أمس الاثنين إن عملية استئناف دعم المساعدات الإنسانية في المناطق المحتلة من قبل الحوثي تتم بحذر مع تطبيق معايير جديدة لضمان وصول شركاء المحليين إلى المحتاجين في الواقع يقول السكان والمواطنون إن المساعدات لم تصل إلى المستحقين رغم سماعهم تصريحات الإدارة الأمريكية المسؤولة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي قالت إن الوكالة رأت بعض المؤشرات على تراجع تدخل الإرهابيين الحوثيين في المساعدات الإنسانية أما سؤال الضمانات المتعلقة بوصول المساعدات إلى المستحقين وعدم ذهابها للميليشيا فلا يزال قائما ولم يجد إجابة عملية بل إن مسؤولة الوكالة الأمريكية نفسها عادت الجمعة الماضية لتؤكد أن تدخل الحوثيين في الإغاثة الإنسانية بمناطق سيطرتهم يعد الأكثر فضاعة وقبلها بساعات أكد وزير الخارجية الأمريكي استمرار تدخلاتهم في المساعدات وعمل المنظمات في مناطق سيطرتهم تدخلات لم تتوقف عند حرمان أكثرية المحتاجين من المساعدات الدولية فقط بل يشير تقرير استقصائي للمصدر أونلاين إلى أن الميليشيا وجدتها وسيلة فعالة لاستقطاب مقاتلين والضغط من خلالها على الأسر الأشد فقرا من أجل إرسال أبنائها للقتال في صفوفها مقابل الحصول على المساعدات والمعونات المقدمة من المانحين الدوليين ترجمة نانسي قنقر